عمرك تخيلت حالك ملياردير يعني يمكن مليونير طموح بيشوفوه معظم الناس طموح كبير انو انا اصير معي مليون دولار ولا يصير معي ملايين يعني طموح بعيد لكثير من الناس فما بالك ملياردير يعني يكون عندك الف مليون ويكون عندك عدة مليارات عدة الاف من الملايين شو رح تعمل بالمبالغ هاي شو رح تشتري يعني بعد ما شتريت بيت احلامك وسيارات والملابس والمجوهرات يعني ايش رح تشتري اكثر من هيك طيب لو فرضنا كان معك أنت مبلغ كبير 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 خلينا نحكي معك عشرة مليار وصار في مشكلة في البزنس وخسرت لك مليار أو مليار يعني صاروا ثمانية رح تتأثر رح تزعل شو رح تكون ردة فعلك هل رح تتأثر لدرجة أنك تنتحر فيها لو كان معي عشرة مليار صاروا ثمانية ولو كان معي اتناشر مليار صاروا تسعة هذا بالضبط اللي صار مع شخص ألماني اسمه أدولف ميركل أدولف ميركل واحد من أغنى أغنياء ألمانيا كان من أغنى خمس أشخاص في ألمانيا سنة 2006 كان على قائمة أغنى مئة رجل في العالم رقمه 34 وثروته كانت 12.8 مليار دولار يعني 12.800 مليون يمكن بعضكم بيتذكر بفترة 2007-2008 كانت الأزمة الاقتصادية العالمية وكثير من الناس خسروا مصاري كثير من الشركات سكرت لكن أدولف ما سكروا شركاته هو فقط صار فيه عنده دروب كانت ثروة 12.8 مليار نزلت تقريبا 3.6 مليار يعني خلينا نحكي صارت ثمانية مليار أو تسعة مليار فكان هو رقمه 36 بترتيب أغنى أغنياء العالم صار رقمه 94 ولكنه لا زال من أغنى خمسة في ألمانيا ما قدر يتحمل الصدمة الكبيرة هاي ما قدر يتعايش مع الخسارة الكبيرة ما قدر يستوعب هذا الموقف كيف أنا بس معي ثمانية مليار تخيل ثمانية مليار دولار لو أنت بدك تصرف كل يوم مليون أنت محتاج ثلاث سنوات حتى تخلص مليار إذا بتصرف كل يوم مليون لأن المليار ألف مليون فأضرب ثمانية بثلاث يعني بده 24 سنة يمكن 24 سنة حتى يخلص المليارات اللي معه لو بده يصرف كل يوم مليون تخيل هو كان عمره بفترتها بالسبعينات يمكن عمره 74 سنة ما كان شب صغير كان إنسان المفروض أنه واعي وحكيم ولكنه ما تحمل الصدمة بخمسة واحد 2009 بيسوق سيارته وبيروح بيصف على السك الحديدية ينتظر القطار وبينتحر أدولف ميركل من الأشخاص اللي على الأغلب أنت ما سمعت فيهم قبل هيك ولكن مهم جدا تعرف عنه لسبب هذا شخص يمثل بالنسبة لكثير من الناس قمة 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 النجاح الإنساني كان عنده شركات ناجحة جدا في قطاعات أهمها قطاع الأدوية وقطاع التجارة وقطاع الإسمنت وقطاع الأوتوموتيفز المركبات كان بيشتغل عنده 100 ألف شخص بشركاته ومع ذلك ما كان راضي ومع ذلك ما كان حاس أنه النجاح هذا أو الإشي اللي وصل له يعتبر بالنسبة له نجاح فلذلك لما خسر شوية مصاري بالنسبة لنا يمكن مصاري ضخمة ثلاث مليار واثنين مليار ولكن بالنسبة له هو خسر جزء بسيط من ثروته الكبرى مع ذلك ما قدر يتحمل أحيانا كثيرا يا صديقي لما نركض وراء الشهرة والمال والمناصب والثروة ممكن ننسى أنفسنا وننسى إحنا ليش بدنا هاي الأهداف ليش أنا بدي المصاري ليش أنا بدي الشهرة إذا بتنسى حالك رح يصير الهدف هو الذي يملكك مش أنت اللي بتملك الهدف تطلع حوليك في مجتمعك رح تلاقي أنه مش بالضرورة أغنى الناس هم أسعد الناس كثير من الناس الفقراء جدا جدا لا يملكون إلا المال طيب شو الحل يعني إذا أنا عندي أهداف مالية مثلا هذا في أصير مليونير لا تفكر أنه الأهداف المالية سيئة أو أني بذمها بهذا الفيديو أو أنه هي شيء شرير بالعكس هذا إشي جميل وإذا عندك المال وعندك الوعي الكافي أنك تتعامل معه بيكون شيء رائع جدا جدا ولكن انتبه دائما أنه تسأل حالك على طول أنا شو هدفي ليش بدي هذا الهدف بدي مصاري ليش عشان أكون مبسوط ليش 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 ضلك اسأل حالك ليش حتى دائما يكون عندك فوكس على القيمة الأساسية اللي أنت تسعى نحوها حتى أنت تكون بالنسبة لك في وضوح تام لرغباتك ولقيمك ولأهدافك إذا بتدور رح تلاقي مليان قصص عن مشاهير وعن أثرياء ما كانوا سعداء بحياتهم وانتحروا نفس الوقت على فكرة رح تلاقي قصص كثيرة عن مشاهير وأثرياء كان عندهم وعي وكانوا عايشين بقمة السعادة فرح تلاقي من النوعين والأساس دائما هو الوعي وبس سلامتكم لهوم يكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لايك للفيديو شاركه مع أصدقائك وشاركنا رأيك بالتعليقات خبرني شو رأيك بهذه القصة وشو أبرز الأشياء اللي حسيت فيها أو تعلمتها من هذه القصة وإذا أنت جديد على القناة اشترك معنا لمزيد من الرسالة التحفيزية والتطورية وبشوفكم إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم على خير إلى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بكل خير ومحبة السلام عليكم سائد يونس